أكد وزيره الخارجية سامح شكري ونظيره الإيراني حسين عبدالهيان الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياته أكثر من مليون فلسطيني لخطر داهم وشدد شكري خلال لقائه بنظيره الإيراني على همش مشاركاتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي في بنجول على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستمرار نفاذ المسعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق كما حرص شكري على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المصرية التي تستهدف الوصول إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرة والمحتجزين وصولا إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار